أنتقل مرشح مشتاق حسين نتابع معاً تصريح لرئيس حركتكم عدنان الزرفي نقول إحنا نريد نعيش بدولة محترمة لو نعيش بدولة بها فوضى أنا بالنسبة الدولة بها فوضى الله وكي لك ما أصل بها بأي منصب المناصب ما مستعد أعيش أربع سنوات من حياتي أتملق لهذا الشخص وأحاول أرضي هذا الشخص وما مستعد لهذا الشيء سيد مشتاق يعني اللي يسمع تصريحات السيد الزرفي عن السلاح المنفلت والميليشيات يتسأل عن إمكانية تحقيق ما يقول الوضع على الأرض التوازن السياسي كلها مؤشرات يعني تخلي لما يقول السيد الزرفي صعب للغاية تتفق لا أو لا لا طبعا لا أتفق على هذا الكلام لأنه الرجل الزرفي عدنان الزرفي لما رشح إلى منصب رئيس وزراء لحكومة انتقالية أو حكومة مؤقتة رفض من أحزاب كثيرة لأنه يعرفون مدى قوة شخصية هذا الرجل وقراره لما يتخذه هذه الأسباب لكن المؤشرات على الأرض تقول أنه هذا شي صعب المؤشرات لا أبدا 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 ما ماكو شي مستحيل بهذا البلد البلد هذا بيه رجال ورجال أقوياء لكن نحتاج إلى شيء واحد فقط هو وضع الرجل المناسب بالمكان المناسب واختيار القادة اللي ولأهم إلى العراق فقط ممكن تحققين هذا الإنجازات والفوضى احنا كل الدول اللي نزورها واللي نجول بيها بالعالم دول محترمة وهذا ما نسعى اليوم لبناءها نحن نسعى اليوم لبناء دولة محترمة نعيش بيها بكرامة ما بيها نقص بخدمات ما بيها نقص بالتعليم ما بيها مشاكل اجتماعية ما بيها فوضى هذه الفوضى العالمة اللي يتمشي بشارعة هذا الشارع تعتبره أنت تعتبره هذه حياة طبيعية ماكو قانون لما تشوفين إشارة المرور والناس تلتزم بيها بدون بدون أي رادع فهذا بدون ما تسوين أي عقوبة عليهم فالناس معناها أنه وصلنا إلى قمة النظام بالبلغ